اشتركوا في القناة التي وردت في وصيتهم لشيعتهم بأن يكونوا دعاة لهم صامتين في هذا اليوم سنتناول بعض هذه الروايات التي وردت عنهم سلام الله عليهم وتبين كيف يمكن للإنسان أن يكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم بشكل صامت هذه الرواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عند وداعي جماعة من شيعته يأتوهم من الكوفة قال لهم أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب مع معاصيه وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين لاحظوا هذه الوصايا الأولى كانت مفهومة بأن يكونوا أوصيكم بتقوى الله وكذلك العمل بطاعته واجتناب معاصيه وأن يلزموا حسن الصحابة مع الأشخاص الذين يصاحبونه وكذلك أداء الأمانة كانت من الأمور المفهومة الأمور الواضحة ولكن عندما قال الإمام عليه السلام أن تكونوا لنا دعاة صامتين هنا جاء السؤال عند أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقالوا يا ابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت الدعوة عندما يقول الشخص بأنني أنا دعوت إلى فلان يعني بأنني نطقت من خلال نطقي من خلال كلماتي دعوت إلى فلان ولكن أكون داعيا لفلان وأنا لا أتكلم بكلمة واحدة هذا يحتاج إلى تفسير من الإمام قال تعملون ما أمرناكم به من العمل بطاعة الله يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويفسر لهم كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يكون داعيا صامتا لأهل البيت سلام الله عليهم أولا تعملون ما أمرناكم به من العمل بطاعة الله وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير يعني لا يجدون منكم إلا خيرا لا يجدون منكم أعمال سيئة أفعال سيئة فإذا رأوا ما أنتم عليه يعني هذه الصفات التي قلنا لكم بها قالوا هؤلاء الفلانية يعني يقصدون الجعفرية الإمام الصادق عليه السلام إما تقية وإما لسبب آخر أخفى هذا الوصف هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا يعني يقصد الإمام الصادق يقصد نفسه ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه عندما يجدون هذه الأفعال الحسنة والأخلاق الحميدة منكم يترحمون على الشخص الذي أدبكم على هذه الأفعال وعلموا فضل ما كان عندنا فسارعوا إليه عندما يجدون هذه الأخلاق وهذه الصفات يسارعون إلى الالتحاق بهذا المذهب إلى الدخول إلى هذا المذهب الحق أشهد على أبي محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمته وبركاته لقد سمعته يقول كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه يعني في زمانهم إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم وإن كان صاحب وديعة كان منهم وإن كان صاحب أمانة كان منهم وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم فكونوا أنتم كذلك حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم فهنا الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا جميعا بأنه كيف يمكن لنا أن نكون دعاة صامتين لأهل البيت عن طريق أفعالنا عن طريق سلوكياتنا مع الآخرين عن طريق التزامنا بما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا واشتناب معاصيه نكون دعاة لهم صامتين في هذا المجال كذلك في رواية أخرى وردت عن صفوان عن الشحام قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام اقرأ على من ترى أن يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام وأوصيكم بتقوى الله تعالى والورع في دينكم والاشتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وأدوا الأمانة إلى من اعتمنكم عليها برا أو فاجرا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بأداء الخيط والمخيط بهذه الدرجة من الدقة صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم وإن الرجل منكم إذا ورع في دينه أو إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب جعفر وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها يعني أفضل شخص في القبيلة أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم إليه وصاياهم وودائعهم تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه لأدانا للأمانة وأصدقنا للحديث لاحظوا كيفية وصية الإمام الصادق عليه السلام لشيعته بأنه هذا الشخص الذي بأفعاله بسلوكياته يدخل السرور على الإمام الصادق عليه السلام لماذا؟ لأنه الناس الذين يجالسون هذا الشخص يتعاملون معه يعيشون معه عندما يرون قمة الأخلاق التي تظهر من هذا الشخص يقولون هذا جعفري هذا شيعي هذا موالي هذا تابع للإمام الصادق عليه السلام تابع لأمير المؤمنين عليه السلام فيقولون له من الذي علمه هذا الأمور يقولون أدبه جعفر الصادق سلام الله عليه فيسرني ذلك وعلى العكس من ذلك والعياذ بالله الإنسان الذي يكون على غير هذه الصفات الحميدة يكون على الصفات التي لا يحببها أهل البيت سلام الله عليه هذا الشخص عندما يسأل عنه ويقولون بأنه هذا الشخص موالي أو شيعي أو جعفري هذا الأمر يؤدي إلى حزن أهل البيت سلام الله عليه يؤدي إلى حزن الإمام الصادق عليه السلام يؤدي إلى حزن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لذلك يجب علينا بأن ننتبه إلى تصرفاتنا ننتبه إلى أفعالنا في هذه الحياة التي نعيشها بأنه جميع الأفعال جميع الأمور التي نحن نقوم بها هي يرجع أمرها سيئها وحسنها على أهل البيت عليه السلام إذا كان الفعل حسنا سر أهل البيت سلام الله عليهم بذلك وإن كان الفعل سيئا والعياذ بالله امتعظ أهل البيت سلام الله عليهم منا من الأمور التي نستفيدها من هذه الرواية المباركة التي ذكرناها قبل قليل بأنه المعيار في الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم يظهر من خلال نقطتين من خلال أمرين الأمر الأول هو الالتزام بالواجبات وترك المحرمات هذا هو المعيار الأول أو النوع الأول من الدعوة أو الشق الأول الركن الأول ما شئتم فعبروا عنه والأمر الثاني هي حسن المعاملة مع الناس إذا أردت أن تكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم يجب أن تلتزم بالأمرين معا يجب أن تكون مؤديا لواجباتك وتاركا لمعاصي الله سبحانه وتعالى ويجب أن تكون حسن التعامل مع الآخرين فهذه الروايات التي ذكرناها تبطل هذه الدعاوة التي يكررها البعض أو يذكرها البعض بأنه المهم بأنني أنا قلبي نظيف قلبي أبيض المهم أني لم أؤذي أحدا ولا أعتدي على حقوق أحد نعم هذا مهم وهذا هو ركن من أركان الدعوة إلى البيت عليه وسلم ولكن المعاملة الحسنة مع الناس لوحدها لا تكفي يجب عليك أيضا أن تلتزم بواجبات الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب عن معاصي الله سبحانه وتعالى وكذلك أن تكون معاملتك حسنة هذا الإنسان الذي يكون تكون معاملته حسنة مع الناس ولكنه لا يلتزم بالصلاة لا يلتزم بالصوم لا يلتزم بالخمس بأداء الخمس كيف يكون هذا الإنسان مرضيا عند أهل البيت سلام الله عليه لا يكون مرضيا وكذلك في مقابل ذلك الإنسان الذي يكون ملتزما بجميع الفرائض تجده مصليا صائما حاجا دافعا للخمس دافعا للحقوق الشرعية ولكنه عندما تأتي إلى طريقة تعامله مع الآخرين تجده أنه يتعامل مع الآخرين معاملة سيئة هذا أيضا الشخص لا يكون مرضيا عنده الإنسان المرضي عندهم سلام الله عليهم يجب أن يلتزم بالأمرين معا يلتزم بالواجبات ويترك المعاصي من جانب وكذلك يكون صاحب معاملة حسنة وجيدة مع الآخرين كذلك من الروايات الشريفة التي وردت في هذا المجال مجال الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم عن طريق الصمت عن طريق العدب التحدث عن طريق الأفعال هي ما وردت عن الشحام قال سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا وعليكم بطول الركوع والسجود فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال يا وإله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت هنا أيضا إشارة صريحة من الإمام الصادق عليه السلام بأنه يجب على الإنسان أن يكون داعيا إلى أهل البيت سلام الله عليهم عن طريق أفعاله عن طريق سلوكياته لا عن طريق قوله فقط لا يجب أن يكون فعله هو الداعي إلى أهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا الإمام الصادق عليه السلام قال وكونوا زينا ولا تكونوا شينا كونوا زينا لا تكونوا عارا علينا بل كونوا زينا لنا لاحظوا هنا يبين الإمام الصادق عليه السلام بأن هناك رابطة تربط الإنسان المؤمن بأهل البيت عليه السلام بحيث أن جميع أفعاله جميع تصرفاته ستنعكس إيجابا أو سلبا على حال أهل البيت عليه السلام مع هذا الشخص هذا الشخص الذي يفعل الأمور المحببة عند أهل البيت عليه السلام التي ترضي الله سبحانه وتعالى سيؤدي به إلى أن يفرح أهل البيت عليه السلام له وأن يرضو عليه وأن يترحم عليه وكذلك الشخص الذي يرتكب الأفعال السيئة أيضا هذا الأمر يؤدي إلى حزن أهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها سماعة قال سمعت يقول ما لكم تسوئون رسول الله صلى الله عليه وآله يعني تؤذونه تدخلون الحزن عليه فقال الرجل كيف نسوئه هذه الرواية في زمن الإمام الصادق عليه السلام فقال أما تعلمون أن عمالكم تعرضوا عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوئوا رسول الله وسروه هنا التزام واجب على جميع المؤمنين بأن لا يسوئوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويجب عليهم أن يدخلوا السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله وعلى قلب أهل البيت عليهم السلام كما بينا ذلك في الروايات الشريفة عن طريق الالتزام بالواجبات وترك المعاصي وحسن المعاملة مع الآخرين جعلنا الله وإياكم من الذين يسرون أهل البيت سلام الله عليهم ولا يسوئونه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين